تظهر ألف والإسرائيليين في تل أبيب ضد الحكومة الجديدة التي يرأسها بن يمين نتنياهو والتي تعتبر الأكثرية فيها يمينية في تاريخ إسرائيل وخرج المتظاهرون إلى الشوارع حاملين لافتات تطالب برحيل نتنياهو وحكومته بعد فوزه في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الأول من نوفمبر تولى نتنياهو رئاسة حكومة تشكلت من أحزاب من أقصى اليمين وأخرى دينية متشددة حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من توجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى تنفيذ أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية مؤكدة أنها تسعى لإخلاء وتهجير سكان ثماني قرى من مسافر يطا في الخليل وذلك من أصل ثمانية وعشرين تجمعا سكنيا في المسافر وذكر بيان منظمة التحرير أن سلطات الإسرائيلية تبرر عملية التهجير بأنها تأتي تنفيذا لقرار محكمة إسرائيلية صدر في مايو لوجود القرى المستهدفة في منطقة تدريبات عسكرية ويقطن ألف وثمانمائة فلسطيني في ثمانية وعشرين تجمعا سكنيا في مسافر يطا على مسافة ومساحة تزيد على ثلاثين ألف دنم أشار البيان إلى ما نص عليه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن أن للشعب الإسرائيلي الحق الحسري غير القابل للنقض على كامل أراضي إسرائيل وشرع مستوطنون بتسييج أراضي مملكة للمواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية إذنا بمصادرتها ينضم إلينا من رام الله المحلل السياسي محمد هواش مرحبا بك أستاذ محمد قرارات الحكومة الإسرائيلية الجديدة كيف يمكن التعابل معها إذا كانت البداية هكذا أولا ليست القرارات الإسرائيلية بجديدة هناك محاولات إسرائيلية منذ عام 1981 لمصادرة هذه الأراضي عندما كان وزير الزراعة أريل شارون عام 1981 طالب بتحويل هذه الأراضي من أجل السيطرة عليها بتحويلها إلى مناطق تدريب للجيش الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إدارية تقضي بأن هذه المنطقة منطق التدريب وبالتالي يمنى على السكان المدنيين أن يتواجدوا فيها على الرغم أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سمحت لمستوطنين بأن يستوطنوا في المنطقة وأن يبنوا بؤرا استيطانية فيها وبالتالي هناك عملية تطهير عرقي منهجية منظمة تقوم بها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ولكن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تريد تعميق الاحتلال تعميق منظومة السيطرة الاستعمارية على الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 1967 وتريد أن تسمح للمستوطنين بالاستيطان في كامل الأراضي المحتلة عام 1967 أي مناطق الضفة الغربية مناطق المسافر هي جزء من أراضي يستهدفها المستوطنون وتستهدفها المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية بالاستيلاء والسيطرة والهيمنة والمصادرة منذ سنوات وهي واحدة من ثلاث أو أربع مناطق في الضفة الغربية تستهدفها بنفس الحجة حجة التدريبات العسكرية مثل مناطق الغور الشمال شمال الأغوار منطقة العقبة في قضاء طباس ومنطقة التأسير ومناطق الجيفتليك مناطق شمال الضفة وأيضا جنوب الضفة الغربية جنوب شرق الضفة الغربية تريد إسرائيل السيطرة على تلك المناطق بالكامل وهذه حكومة يمينية قد تسمح وتعطي أوامر بالمصادرة وبترحيل الفلسطينيين وبتنفيذ عمليات التطهير العرقي التي ينادي بها مجموعات وأحزاب يمينية نتارك في هذه الحكومة سيد الحمد نعم قيام مستوطنين بتستيج بعض الأراضي تحضيرا لمصادرتها أو للسلاء عليها هذا يأتي بدعم من الحكومة هذه الحكومة نتنياهو الجديدة أو أن الأمر محضر له وبالتالي جاءت اللحظة المناسبة لهؤلاء المستوطنين يعني الحديث عن نحو 28 تجمعا سكنيا في مسافر نعم كل هذه المنطقة كما قلت تستهدفها إسرائيل بالمصادرة وبالسيطرة وبالسلب وبالنهب وبكل أشكال الطرد للفلسطينيين وعندما تكون هناك لحظات مناسبة أو فرص مناسبة أو ظروف مواتية يقوم المستوطنون بتحريض من الجماعات الاستيطانية التي تمولها الحكومة الإسرائيلية وتمولها مجموعات يمينية في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تنفيذ ما يسمى أرض إسرائيل الكاملة الإسرائيليون لا يعترفون بأن هذه الأراضي الفلسطينية محتلة منذ عام 1967 وربما يكون هناك محاولة لإجبار الفلسطينيين على السكوت وإجبار الفلسطينيين على الرحيل من هذه المنطقة واستكمال منظومة تفكيك ما يسمى بسلطة الفلسطينية ملذي